حريك بتوضح لي دلوقتي انه كنتهيته من 55% من المرحلة العجلة يعني ايه ابرز ملامح المشروع؟ اه المنصورة في التأهلية عندنا في انا عندنا في سهاج عندنا في المنية اه الشرقية المنوفية كل دي محافظات وكلمك على محافظات ايه نتكلمش على اسكندرية ولا قاهرة ولا جديدة عشان قدام البلتان انتوا قدامهم بقصير على المحافظات المركزية ونسير الأقلية لا احنا بدقين للأول مرحلة العجلة بتاعتنا منتشرين برا الأول وبعد كده ان شاء الله بقيت 27 محافظة هنكمل فيهم شغلنا بإذن الله ان شاء الله باش مهندس يعني بعيد عن عواصم المحافظات وصلنا لحد فين في تطوير حضائق الفستات ومشروعات تطوير الكاهرة طبعا ايه انتوا كده وعن فين المشروعات الفعلة اللي هي السندوق الشغفة فعلة تغالينا عندنا الكاهرة التاريخية وعندنا الحضائق الفستات وعندنا الغير مخطط وعندنا جوهارة الفستات عندنا مشروعات الحمد لله يمكن نعايز أقول حضرتك ان احنا يعني في مرحلة تانية جديدة للسندوق اللي كنا الأول اسمنا صندوق تطوير العشوائيات بقى اسمنا صندوق التمال حضارية مش من فراغ احنا خلاص عندنا الأول هدف معين نقضي على العشوائيات وكان محدود سقفنا محدود في التنمية العمرانية ولكن لما قلنا خلاص هنوصل للاجحاتنا هنوصل لفين طيب فقلنا خلاص بغير اسمنا وغير مهمنا بحيثنا هنكون الأول بالتكلم 40 مليار جنيه تطوير العشوائيات والخضاء عزير آمن النهار دا احنا نتكلم هنتجاوز 900 مليار جنيه مهام السندوق حاليا فيها منها المحافظات والحدائي الفلسطات حاليا الفلسطات دي احنا على 500 فدان يمكن الناس شافت وحضرتكوا ما قالتوا جزء من صور لصلاة العيد في ساحة عمر بن العاد ساحة عمر بن العاد دخلت حدائي الفلسطات بتطويرها طرع السندوق الموضوع كله 500 فدان وكانت المرحلة الأولانية للناس شافتها هذا كده اللي هي بحيث عن السيرة بحيث عن السيرة نتشاهد في جنات المحافظة الشخصية عامل زي كتين وباقتين وعندنا متحة الحضارة جوة 500 فدان وعندنا منطقة مغامرات منطقة ألعاب منطقة فينادق منطقة تسوقية فوتكورت كل الحاجات دي موجودة في فدان على مستوى عالمي حتى جواتي من أهل عشان نشوف شركات عالمية لإدارة هذا المشروع إذن نجيب شركة موكرة بشركة مصرية بس على مستوى عالمي بتدير مشروع على حدائق مركزية لـ 500 فدان عشان الناس تقدر تستمتع بالاستدامة لنجاح هذا المشروع لما شروع هتكلف لم يقل عن شدة مليار جنيه إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله بالهاي يعني 23 من كل مستوى ده منتهي عندنا المقابل في الناحية التانية من الطريق عندنا جوارد الفسطات نجيب اسمها بقد البقرة ما شوها هتكلف حل 2 مليار جنيه هنعم فيه ألفين خرسومية واحدة ومسجد وحضرات وحاجات دي كلها بنعملها إحنا لما قلنا زمان بنعمل نقطة إشعاعية للتطوير زي ما كانت الأول عبارة عن خلية جرسومية تمها العشوائيات وتنتشف في بدن الكيان المصري لا إحنا بنعمل نقطة إشعاعية لتشعر تطوير حضري على مستوى الممكنة اللي إحنا فيها قلنا الأول بقلنا آه سيدة زينب عملنا غوضة سيدة بدل تاني العقارة وهنعمل خمس مناطق في سيدة زينب وإن شاء الله سنسبيل أرتيبية مدان التحرير سور مجل العيون كل دي نقطة 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 تشعر تطوير وتنمية عمرانية داخل بدن العمراني في مصر فكل دي نقطة محطوطة بدراسة مش حاجة عشوائية وإحنا مشروعات عشوائية لا إحنا إزاي نحط نقطة نقطة مشهر منها تطوير مشروع الخيالة برضو إزاي ننتشر منه ونعمل نحصل على عزبة خير الله نحاصل عزبة خير الله بجوارة الفلسطات والخيالة عشان ندخل على عزبة خير الله ونبدأ نطورها كلها في المستعبل إن شاء الله كل دي دراسات بتعمل لغاية منصف الآخر عشرين تلاتين رؤية تانية خالص وصورة تانية المصر بشكر حضرتك جدا يا بشماند المهندس خالد صدي شكرا جزيلا